اشتركوا في القناة ومن اجل ضبط اساليب العمل لدى اجهزة النيابة العامة والادعاء العام لاهداف مجلس التعاون الخليجي الذي يرمي الى توحيد المناهج في جميع المجالات ودعا في هذا الاطار الى التوسع في مصادر التدريب وتنمية القدرات بعقد الفعاليات التدريبية وذلك لضمان النجاح التام في مواجهة الجريمة بمختلف انواعها مشيرا الى ان مساهمة اجهزة النيابة العامة والادعاء العام في مكافحة الجريمة تبنى على عاملين اساسيين هما القدرة الفنية والعلمية الناشئة عن التدريب المتقدم الى جانب التعاون القضائي الصادق القائم على التفاهم وقد اجرى النواب العموم والمدعون العامون خلال الاجتماع مباحثات في العديد من الموضوعات كان من ابرزها وثيقة اخلاقيات الذكاء الاصطناعي التي وضعت بناء على مقترح النيابة العامة بمملكة البحرين بشأن استخدامات الذكاء الاصطناعي في اعمال النيابة العامة والادعاء العامة وكذلك قواعد حماية الطفل خلال مرحلة التحقيق وتنفيذ قواعد التعاون المشترك كما تم استعراض تجارب النيابات والادعاء العام التي كان من ضمنها التجارب والمبادرات المتعلقة بقضايا الاحتيال المالي والتحقيق المرئي وتصنيف الجرائم والنيابات المتخصصة اشتركوا في القناة